تشهد شاب فلسطيني قبل ساعة تقريبا برصاص مستوطنين في قرية قراوة بني حسان غرب سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة إذن هي قرية قراوة بني حسان وكان مستوطنون هاجموا مجموعة شبان في المنطقة الشمالية من القرية وأطلقوا النار صوبهم ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق مصادر محلية قالت لرؤية أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية ومنعت تواقم الإسعاف من نقل الشاب إلى مشافي سلفيت وبهذا يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الحالي إلى 46 شهيدا من بينهم 9 أطفال وسيدة مسنة وأسير في سجون الاحتلال